اشتركوا في القناة في النادي العلمي الكويتي المعالج بعسل النادي العلمي الأستاذ أحمد الطرموم حياك الله أستاذي أبقىكم الله الله يحييك بارك أستاذي إذا بنبتدي بتعريف مبسط منك على إدارة أبحاث النحل في النادي العلمي شو نتسوي هذه الإدارة تحديدا إدارة أبحاث النحل أول شي بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد أبضل خلق الله وعلى آله وصحبه ومن وعلاه إلى يوم الدين أولا أشكركم على هذه الاستضافة وكثروا لخيركم وانتمنى أن نفيد بهذه الاستضافة في بعض الأمور الخاصة في إدارة أبحاث النحل في النادي العلمي طبعا إدارة أبحاث النحل في النادي العلمي أنشئت تقريبا سنة 95 في ذاك الوقت ما كان هناك أي مثل ما نقول رابطة أو جمعية أو مكان احتوائي للنحالين بالتالي أنشئت قام النادي العلمي مشكور في ذاك الوقت في تبني هذا الأمور وإنشاء هذه الإدارة وعلى ضوءها استوعب أول شيء النحالين اللي موجودين بالكويت وبعدين قامت الإدارة هذه في توسيع مشاركاتها العالمية أو الدولية وبالتالي صارت بعد فترة عضوه في اتحاد النحالين العرب وكذلك كانت تتابع وتنظل الأخبار اللي هي بالنسبة لما توصلت إلى صناعة النحال في العالم إلى النحال الكويتي إلى أن وصلنا الفضل لله في 2015 على يد نحال الكويتي وهو عضو بالنادي العلمي الكويتي اللي هو الأخ عبد العزيز البرجيس وهو من الشباب في حصوله عالميا على مستوى 120 دولة تقريبا على المركز الأول في عسل السدر المدالية الذهبية والمركز الثاني والمدالية الفضية في عسل الربيع المخلوط بالمكسرات فهذا يعني أن تواصل النادي العلمي مع الجهات ومع الجمعيات العالمية هو الذي دعا الأخ عبد العزيز على وغيره من الشباب طبعا هناك كثير جدا من الشباب مجتهدين جدا اللي حاولوا يطورون صناعة النحل ووصلوا إلى العالمية في اجتهاداتهم الخاصة دون مننا من أحد ودون فضل من أحد عليهم نعم ودورنا هو نشر الوعي الثقافي في المجتمع نعم الوعي من أي ناحية استاذي؟ دور النحلة دور منتجات النحلة جعل الناس مثل ما تكرمت وذكرت الآية الكريمة أن في ذلك لآية آية وحدها لقوم يتفكرون نعم فهذه بحد ذاتها مدعاة صح أن تدعون إلى التفكر في هذا الأمر لأن الله سبحانه وتعالى لم يقل آيات صح آية وحدة نعم علامة وحدة فكرة وحدة صحيح احتاجت إلى قوم من مجموعة من الناس حتى تتفكر وتبحث في هذا الذي يخرج من بطون النحل والله سبحانه وتعالى لما قال يخرج من بطونها نعم هنا البطون لا تعني مكان واحد أي تجويف داخل جسم النحلة هو بطن نعم وبالتالي عندنا أكثر من منتج يخرج من هذا البطن من عدة بطون من أكثر من مكان بألوان مختلفة نعم سواء للرعي أو النوع أو خلافة فبالتالي تعطينا صبقات معينة على هذه المنتجات استاذي يعني ذكرت موضوع جميل وهو أن العسل في لأ أو النحل ينتج أكثر من نوع للعسل ممكن نتكلمنا على هذه الأنواع تحديدا احنا ما نقول أكثر من نوع من العسل احنا نقول أكثر من نوع من المنتجات في فارق العسل هو عسل اختلف الرحيق سواء النكتار هذا السجر زيزفون كزبور حبة بركة كذا هو عسل نعم طبعا تختلف خواصة الدوائية والعلاجية من نوع إلى آخر إنما منتج النحلة موضوع وما يخرج من بطن النحلة موضوع ما هو شائع عند الناس إنه المنتجات النحل ستة نعم العسل والغذاء الملكي وشمع النحل وحبوب اللقاح والبرابلس مع سم النحل نعم إنما فعليا من هالستة أربعة النحل ينتجها والباجين والأثنين الثانين النحل يجمعها من الخارج وياخذه آه أوكي أوكي النحل ينتج فقط اللي هو العسل والغذاء الملكي نعم وشمع النحل وسم النحل نعم الآن أكو شيء ثالث أو رابع أو خامس أو سادس كثير أكو أي يعني بس رح نذكر منها بعضها ورح نترك لا يزال هناك دراسات على بعضها نعم الآن اللي هو بيض النحل أفوا بيض النحل هذا مهم جدا البيض قبل أن يتشكل يرقة نعم قبل أن يتحول إلى يرقة وهو بيضة نعم بالأيام الأولى كذلك عندنا شيء آخر ألا وهو أستاذي بس أسأذنك هذا اللي قعنا نشوفه أول هذا الآن الغذاء الملكي هذا الغذاء الملكي وهذه بيضة ملكية نعم هذا الغذاء الملكي وهذه بيضة ملكية وهذا الرويال اللي هو الغذاء الملكي الأبيض الهلامي نعم هذا هو الغذاء الملكي هذا كله يستفاد منه هذا هذا لو خذيت البيت الملكي لبعض الأمراض الجنسية وأكلها مباشرة يطيب مو يطيب لا هو سحر ما كن سحر ما عندنا حنا عصات عصات طقة ويطيب يساعد في شفاء يساعد في شفاء بارك الله فيك فيحتاج استبرارية لكن لا أيضا سايد أفكت لازم الواحد يحسي بحسابه نعم عرفت شون؟ لأنه فيه لجانب يجب أن يكون الجسم مهيئ لها نعم لأنه هذه رح ترفع عنده بلاوي ومن الهرمونات فبالتالي قد يسبب لتشك هذا الفيديو استاذي؟ هذا الآن هذه بيوض تحولت يرقات لو تلاحظينها وأكلت كل اللي داخل الغذاء الملكي اللي محطوط لها داخل العين نعم فبالتالي هني شوفي شون كبرت وقعدت تشوفي لا إله إلا الله تنفس وكذا الآن راح تتحولي لحشرات عرفت طبعا هذا مقضع من الفيسم هذه الآن حشرة جاهزة للخروج من العين السداسية لأن تكون عاملة داخل الخلية هذه نفس النظام شوفي الآن الحشرة اللي ما تقدر تطلع راح يجونها خواتها ويساعدونها يفتحون لها يقصون لها الإطار الفوقي اللي هو مكوم من شمع النحل مع الحبوب اللقاح حتى يعطيها المسامية للتنفس نعم ويحافظ عليها من أي تلوثات أو خلافة هذه اللي يرغي بلحظة خروجها من 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 نعم استاذي ذكرت أن يعني قمتوا بالعديد من البحوث في هذا المجال إذا بنتكلم على أبرز وآخر بحث قمتوا فيه إحنا بالكويت بشكل عام نستغي البحوث دائما من الخارج لأن أنت عارف البحث يحتاج لكثير من الأمور لكن عندنا شباب هما لنا شطاء جدا جدا وهم الله يحفظهم الآن قاعدين يحاولون تطوير سلالات النحل وحتى يضمنون سلالة تستطيع مقاومة جو الكويت بحرارته وبرودته ويحتاجون إلى سلالة بنفس الوقت هي تقاوم وتجمع للعسل لأن احنا بالكويت ما عندنا مصادر غير مصادر العسل حتى حبوب اللقاح الموجودة بالكويت الكويت جدا فقيرة فيها عرفت شون هناك الآن بعض الشباب الله يحفظهم قاعدين يحاولون ينتجون مثل ما قلنا الملكات وتعبوا فعلا في إنتاج هذه الملكات ويحاولون يدورون الهجاء الممتازة أو الأنواع الممتازة من الملكات حتى ينتجون هجين معين يستطيع مقاومة الأجواء اللي حنا فيها هذا أمر الأمر الثاني أنه اليوم العسل أصبح عندنا بالشباب يعني الله خير فعلا فيه تنافس شبير بينهم والتنافس عالي جدا 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 في هذا الباب يعني قاعد نشوف فيه قبال من شباب على هذا المجال صحيح؟ والله فيه يعني تطور شديد جدا فيه الاهتمام بهذا الأمر وهذا أمر مفرح أكيد لكن إحنا عندنا مشكلة اللي هي الثقافة العامة في استخدام العسل نعم وهي هذه حقيقة استخدام الفرد نفسها للعسل؟ بالضبط في نوعية العسل الآن كل العالم عندنا للأسف والدول بشكل عام نعم هي تفضل العسال السائلة نعم وباعتقادها أن العسل السائل هو العسل الطبيعي صحيح بينما العسل السائل هو ليس بطبيعي هو عسل ملعوب فيه يعني حاطين فيه مواد؟ مو محطوط فيه مواد هو تلعب فيه عمليات اللي هي اللي يسمونها البسترة يسولها تسخين أو تبريد بحيث يكسرون كثير من إنزيماته وخواصة حتى لا يتبلور بينما أفضل العسال العسل المتبلور نعم وهو العسل الوحيد اللي تقولين عنه روهاني أو العسل الخام أفضل مئات المرات وهذا اللي يدعي أو يعني يدعو تجار العسل بأن هم يكسرون العسل عفوا حتى يلقون جبون نعم بينما في بعض الدول الأوروبية العسل المتبلور سعره أغلى من السعر العسل المكسر نعم الخام العسل الخام هو اللي يكون فيه تحبب نحن نقول عليه عادة ربعنا من يشوفونا متحبب قال هذا ما يعطينا شكر ايه ايه أو سكر أو خلافة بينما هو العسل الحقيقي وهو أفضل أنواع العسل وهو أفضل حتى للتشافي نعم أو للعلاج لأنه أنت لما تاكل العسل المتبلور يحتاج وقت طويل عملية الاستحلاب صحيح حتى يذوب كامل وينزل نعم عرفتي فبالتالي خذيت خواصة بشكل ممتاز وخذيتها بالضبط كامل ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يش يعني من استخدامات الرسول صلى الله عليه وسلم للعسل لأنه يأخذ بالماء ما يأخذه شذيه ليش يأخذ بالماء حتى يكون سريع الامتصاص يعني بدل ما ينطر عليه هنا يدخل الدم مباشرة ويروح للكبد بشكل جيد ويكمل عملية العيض أو اللي هي التمثيل الغذائي بشكل فوق الممتاز ولهذا حتى اللي بيحافظ على صحته مثلا من السمنة أو ما يبش سمنة أو كذا نقول له أخذ الصبح على الريج غلاس ماء على قفشة عسل عودة نعم بالتالي حيغنيك عن الأكل إذا أنت عادي إذا أنت بطيني وتشوف الأكل وتفتلت له هذا موضوع ثاني لكن هلنا نقول الإنسان ما يصير يعني ما يصير يأخذ ماء دافي وعسل عالريج بلل بارك الله فيك يا كل مطعم لا يوضع العسل على أجسام ساخنة يعني ما يكون حار الماء إطلاقا يعني اللي يحطه مع الحليب هو استبدال السكر بالعسل أوكي ممتاز هو وخر السكر جانب وبالتالي فتك من السكر الأبيض وحط عسل أساس يغل مخاطرة لكن ما أخذ الخواصة الكاملة كسر العسل فالمفروض شنو استاذي المفروض شوفي أفضل درجة حرارة لحفظ العسل بكامل خواصة نعم هي من 12 إلى 18 درجة مئوية نعم نقول يجي للبعض يقول لي والله أنت بال13 العسل يتبلور أو بال14 يتبلور شنو أنا أحطها بهذه الدرجة إذن راح يسك العسل عندي كله ويصير شكر أي خليه يصير شكر أضمن لك من أنك تحطه في 40 وتخربه يعني هل ممكن الماء يدافي أنه يذيب هذه الخواص أي بالضبط يكسر فيها كثير وعلى فكرة العسل ما لعمر إحنا هنا بالكويت يحطون ليش عليه سنتين صحيح في أوروبا يحطون عليه ثلاث سنين في الصين يحطون خمس سنوات نعم العسل ما لعمر هناك عسال وجدت من أيام الفراعينة صالحة للاستلاك الآدمي اليوم صحيح لم تشب واللي حفظ العسال هو التبلور نعم إنه كان طبيعي ما تكسر ولا تكسر خلاص ما قام يمترسل طوة حافظ على خواصة ضل متماسك نعم عرفت شون وبالتالي عطاني هذه الحفظ الذاتي نعم الحفظ الذاتي الله سبحانه وتعالى ذكر في أحد الآيات وهذا تعريف فوق الممتاز أنا قريته من فترة إنه تعريف العسل الرحيق المختوم شيء أنت تختمينه تختمينها تغدين أحد يخترغه نعم ما هو الله سبحانه وتعالى جعل النحل يختمه فأخذه مثل ما هو مختوم صحيح وخلى عشرات السنين ما يضره نعم نعم استاذيحنا مستمرين بالحوار معاك لكن مشاهدين الروح الفاصل أرادين رجعنا مشاهدين من بعد الفاصل ومستمرين مع ضيفنا في الستيديو وحديث حول العسل وأهميته وفواعده استاذي يعني تحدثنا كثيرا وعرفنا على إدارة أبحاث النحل وتكلمنا على أنواع العسل وأمور كثيرة وأيضا استخدامات الخاطئة الفرد اتجاه العسل نفسه لكن إذا أنا كشخص عادي رحت للجمعية بأختار لي العسل المناسب والطبيعي اللي مثل ما ذكرت المتبلور هل راح ألاقيه بالجمعية؟ لا صعب جدا أنت لقيا المتبلور بالجمعيات لأن أغلب اللي موجود بالجمعيات هو معرض أو معاملة أو معالجة أساس أنه لا يتبلور لأن مثل ما قلت لك هي ثقافة المجتمع أو ثقافة المشتهلك بأن يكون العسل يجب أن يكون سائل وبالتالي التاجر يبي بيع عرفت شون؟ ما لا علاقة نعم أضيف على هذا هناك عسال رخيصة جدا صح يعني كيلوها يمكن بحدود الدينار دينار ونص عرفت إنما عسل متغذي على إيش؟ هذا أمر ما يهمني لكن هو أنتج النحل نعم تمام؟ أفضل من ما يجيني عسل يقول لي والله مثلا عسل دوعيني خلنا افترض وهو بالأساس عسل صيني نعم يعمل له إعادة تصدير من دوعين إلى بره أو يجيني عسل دوعيني وهو بالأساس مغذي على السكر ويبيعوني إياه بحدود الأربعين والخمسين ومئة دينار صح ليش؟ ما أنا عارف هذا عسل اللي موجود ومكتوب عليه إنه مثلا عسل فعلي وهذا أمر طبيعي نعم هذا أمر مهم جدا والعسل بشكل عام هو يعني مثل ما ذكره رب العالمين من ضمن المنتجات اللي فيها العافية والتشافي والتداوي مثل ما قاعد نشوف الحين استاذي مع بعض هذه الطريقة شو نسميها؟ هذا الآن اللي هو قاعد يقص الشمع الصورة ترى مو واضحة عندي وواضحة كلش بس هذا شمع نحل أو تغذية قاعد يغذي ما شوفها بعيدة شوية ما يخالف أوكي 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 هذا مكافحة عندنا نعم هذا الشباب الله يحفظهم هذا المهندس وليد التطاوي وقاعدين هذا مسجد في الدسمة هذا الحشي قبل يمكن ست سنوات سبع سنوات وكان في خلية خلية نحل وجدوها داخل حيطة المسجد وخلية كبيرة جدا ما شاء الله في الدسمة مسجد عمر بن الخطاب وهذا الآن المهندس وليد التطاوي أحد الشباب الأعضاء عندنا في النادي ومعاه في الفريق نفسه اللي هو الأخ توفيق لمشاركه وهذا الآن لشندس نعم كان مدير إدارة النحل والآن رئيس مجلس إدارة جمعية النحال الكويتية نعم وهذا النحل اللي جمعوه ما شاء الله الآن قاعد يسكنونه في الصندوق هذا الخلية على أساس ينغلونها وجدوا فيه كمية كبيرة جدا من العسل في هذا الحائط نعم وهذا قبل مثل ما قلت لك ست سبع سنوات وكان معاهم أيضا من ضمن الفريق اللي طلعوا لمكافحته المهندس معزي الرشيدي نعم اللي هو الأمين الأمين العام المساعد لاتحاد النحالين العرب في الكويت فرع الكويت نعم فاطلعوا وهما تقريبا خمسة أو ستة شباب معاهم كان سكرتير الإدارة الأخرجدي كذلك العجرمي واطلعوا وكافحوا هذا النحل وانغلوه وهذا من ضمن اختصاصات الإدارة بأنها تطلع تكافح أي نحل بينما هذا النحل ممكن تسكينه لكن هناك نحل آخر لا يمكن تسكينه مثل الغزم وخلافه نعم يعني أنا قاعد ألاحظ أستاذي أنهم لم يكنوا لابسين اللبس المطلوب منهم لا لا عادي ما رح يلسعون من اللبس لا هو متعود يعني أنا مثلا الأخ توفيق الأخ معزي الأخ وليد كذا هذالي متعلمين يعني ما عندنا مشكلة متعودين على الموضوع عادي يعني هذا بيني بينيك أنت تأخذين فوائد عدة من اللسع واللسع سبحان الله سم النحل يعطيك يعني فائدة عظيمة جدا من خواص علاجية وشفائية لكثير جدا من الأمراض وهو يرفع الجهاز المناعي كفائته ويزيد النشاط في الجسم ويزيد الحيوية ويزيد الشباب ويزيد يعني لو قلنا يزيد ويزيد ويزيد كلام كثير جدا هذه بالنسبة لفوائده أنزين اللسع نفسها ما في لها آثار جانبية ممكن تخفلتها اللسع النحل أو سم النحل هو خطر في ذات الوقت لو أنت أعطيتي واحد عند ضغط دم منخفض ممكن خلال أغلب من الساعة يموت لو أعطيتي واحد عند حساسية من الهستامين أيضا خلال الساعة إذا ما أنغذتي واسعفتي ممكن يموت إذا كان واحد تعبان ومرهق وعنده ستريس أو خلافة ممكن يقتله فبالتالي من يتعاطى مع سم النحل يجب أن يفهم هذه الأمور ولازم يفهم بأن ما يثار أو ما يتناغل لدى البعض على أنه كبروتوكول مش عارف من وين مدلون وين من حطة كذا هو ليس بصحيح بأن اليوم تعطي نحلة بكرة تعطي ثنتين بعد ثلاث إلى عشر أيام وتزيد كل يوم واحدة إلى اليوم العاشر تعطي عشر بعد أن تقول أرتاح لك يومين هذا كلام غير صحيح غير دقيق إطلاقا علميا وفي خطورة كبيرة جدا على الناس وعلى حياتها وأرواحها إذا سلم مثلا عشر أو عشرين هذه ليست بالغاعدة الغاعدة بأن نتحذر جدا في هذا الأمر ولا نعطيه أي إنسان حتى العسل وهو العسل ما أجي أنا من أول يوم أعطي واحدة أقول لي مثلا أربع قفاش درب واحد لا لا مو منطقي صح فبالتالي بالتدرج والتدرج يحتاج إلى وقت طويل مو ليوم وباشر وعقبة وعقبة ما أعطيت برمجة للقلب ما أعطيت برمجة للعقل ما أعطيت برمجة للجهاز المناعي ما أعطيت برمجة للجسم ما أعطيت بالتالي هذا أمر ما يجوز نعم وللأسف كذلك هناك الخريطة اللي بعض الناس للأسف تستخدمها اللي هي خريطة الإبر الصينية صحيح في علاج النحل صحيح هذه غير ضارة هذه ما هي صحيحة خريطة الإلاج بالإبر الصينية صحيح لأن الإبر الصينية وهما أكثر من ندراية أهل العلم هذا بأن هي تقوم بعمل إعادة برمجة أو إعادة توزيع الكهرومقناتس مال الجسم نعم بشكل جيد بينما سم النحل ما لا علاقة بهذا الجانب وهو جانب آخر مقاير هناك من يأتيك ويقول لك والله أنت وين يعورك قز هذا كلام خاطئ لأنه ممكن أن تعورني رجلي صحيح لكن الألم مو من رجلي قد يكون من أظهري ممكن تعورني إيدي لكن الألم مو من إيدي من أرقبتي فلازم الواحد يفحص قبل أنه لازم الواحد يفهم وين السبب الرئيسي حتى يعالج السبب الرئيسي قبل أن يعالج مكان الألم مكان الألم إشعاعي نعم يمتد هناك عندنا مكان الإشعاعي وعندنا المكان الأصلي وعندنا المحيط نعم أو غات أنت تجيين تقولين والله أنا ما أدري أنا شاتفي هذا كله يعورني إن زين وين عورت الكوع الزند الساعة تقولين ما أدري إيدي إيدي كلها اي فبالتالي هذا ألم إشعاعي مو معلوم لازم نفهم مصدر الألم ما أجي أنا أعطيتش نحل من إيدي أولها لآخرها صح أردت شون هذا أمر مو صحيح طيب أستاذ يعني بما أنك أنت معالج شون هي أكثر الحالات اللي كانت مستعصية مثل ما نقول وقدرت أنك تعالجها والله شوفي مو بس أنا هو بشكل عام الدراسات أثبتت بأن هناك الكثير جدا من الأمراض ما يفوق الستمائة إلى سبعمائة نوع من الأمراض منها الجلدية ومنها الهضمية ومنها التناشرية ومنها الهرمونية ومنها مثل ما نقول النفسية ومنها المفصلية هناك العديد جدا من الأمراض مثلا الذئب الحمرة مثلا الروماتيزم والروموتويد والأمور هذه مثلا الانزلاقات الغضروفية الأولية وليست المتقدمة هناك كذلك بعض المشاكل بالأوتار مشاكل الجهاز العصبي كثير جدا قد لا تحصى هناك مثلا بعض المشاكل خلينا نقول التليفات الرحمية هناك شيء عديد بس هو ما نقدر نختصره فقط في سم النحل نعم هو يسمى في اللغة الإنجليزية أو اللغة اللاتينية أبي ثرابي ألا وهو العلاج بمنتجات النحل وليس العلاج بسم النحل لو فهمنا الأبي ثرابي ونفهم الأبي ثرابيست بشكل عام شن دوره يفترض أنه يفهم كيف يوفق بين هذه المنتجات بشكل عام مع بعضها البعض بحيث يرفع الجهاز أو يرفع كفاءة العلاج لدى المريض نعم نعم أستاذي يعني إحنا حاليا في عصر المرأة تحب أن هي تتجمال وأن هي تكون في أفضل حلة علشان يعني هذه فطرة في المرأة تحب أن هي دائما تكون في منظر جميل شنو تنصح المرأة باستخدام منتجات النحل لجمال شعرها وبشرتها هاي شو بضحكة هذي بتهنيه لا أنتوا كل تابعوا بروحكم الحين قاموا نفسوكم الشباب الحين توقذكرت العلاجات باعلاجات نعم نفسوكم الشباب الحين مبس انتوا يعني همهما يبوني يهتمون بعملهم زادت الحين الحمل على الموضوع هذا الشمع النحل نعم اليوم يدخل في أكثر منتجات التجميل نعم العسل يدخل في أكثر منتجات التجميل البرابلس أو اللي هو يسمونه صمق النحل أو اللي هو العكبر أو الدينغ أو الراتينغ أو ها لعدة مسميات أيضا يدخل الغذاء الملكي كذلك يدخل اليوم إذا أنا أبي بس تغذية للشعر نعم وأبي شعري يوصل للقع ها طبعا أنا ما يتحقق لهذا الأمر لكن أنا أمنيتي أن يصير هذا الموضوع ايه شفتي البلسم هذا الكونديشنر اللي أنتوا تستخدمونه بعد الشامبو نعم لو ضفتي عليه قفشتين عسل أي وخلطيه بشكل جيد حركتيه ممتاز وهذا واستخدمتيه في لحظة ما تعملين البلسم هذا حقك مضاف للعسل راح تجدين شعر مغاير شعر قوي شعر كثيف شعر بدون تكسر لو خذيتي العسل بذاته نعم وفرقتي فروة الرأس أيضا الله سيعطيك نتائج لو خذيتي عسل وحطيتي بيدك شذي وفرقتي إيدك ومسحتي وجهك وقعدتي لش نص ساعة أي أو ثلساء يعمل لش سكرامبل ويعمل لش تغذية ويعمل لشها نعم لأن العسل يحتوي على فيتامين إي ولو ضفتي عليه فيتامين إي كذلك راح يعطيت شيء أبعد كذلك أكثر لو أخذتي العسل مع الخوخ مع الموج مع كل مادة مثلا ناخذها لها خاصة نعم تعطيه لو خذينا العسل بشكل عام مثل ما قلنا الوحدة راح يعطي له تايج ما تصدقينها حتى تنويرة الوجه غير لو ضفتي على نقطة ليمونة بس إحنا دائما لو جيتي تب تستخدمين العسل أو أي منتج على الجلد يجب أن تختبرينه في منطقة صغيرة جدا صح قبل أن تستخدمينه عشان ممكن أن البشر تتحسس من هذا الموضوع حتى لا ندخل في مشكلة باشر يدعون علينا وحنا غنيين لا إن شاء الله ما يدعون عليك استاذي فلهذا يجب علينا نكون واضحين وصادقين نعم هو ممتاز جدا للنظارة نعم كذلك سم النحل للتجاعد شيء خيالي نعم وممتاز ويعطي نظارة الترهلات أيضا القذاء الملكي مع سم النحل مع العسل مع شمع النحل يعطون عمل جدا منتاز نعم المشاكل الجلدية من الإكزيمة وخلافة شمع النحل مع العسل نعم مع البرابلس أيضا مع سم النحل ممتازين أمين ولو دخلنا في التركيبات عاد هي لها تركيبات معينة ولها تفصيل معين من شخص إلى آخر على حسب نوع الحاجة اللي هو يبيها وعلى حسب الأمر اللي هو يحتاجها نعم فلهذا ما نقدر نعطي مصطرة للكل لأن أجسامنا مختلفة جلودنا مختلفة بشرتنا نوعيتها مختلفة ومثل ما قالوا في آخر مؤتمرات الطب العالمية أن حتى الجينتيك مالتنا باختلافها تختلف العلاجات صحيح إستاذي يعني أنا رح أسوي سالفة البلسم مع العسل وإذا وصل شعر إلى نصدهرين رح أدقالك على طول وإذا وصل شعر 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 إستاذ أحمد نصيحة منك لمشاهدين الحين شون يقدرون أنهم يستخدمون العسل بالطريقة الصحيحة العسل يستخدم بشكل عام أفضل طريقة استخدام هي من 10 إلى 20% من كمية الماء تستخدم العسل هذا يكون عندك رتابة يومية خاصة مثلا لمن يعاني اليوم وأغلب الناس تعاني اليوم من بعض المشاكل الجهاز الهضمي من حموضة من آلام المعدة من اضطرابات الأمعاء الأمور هذه هذا يأخذ العسل الدوري لمدة ثلاث مرات باليوم خاصة من لا يعاني من أمراض السكر لأن من يعاني من أمراض السكر حين نعطيه العسل لكن نعطيه هي بطريقة مغيرة في تغنين معين العسل تأخذها بنسبة خاصة من يعاني الجهاز الهضمي يأخذها بنسبة 20% إلى 25% أو 20% ممتازة على حسب الجسم وعلى حسب الطول وعلى حسب غيرها ممكن تخفض ممكن تزيد كذلك على نوع العلة ذاتها هل هي جلثومة أو خلافة ومع البربلس هذا يعطي نتائج عجيبة على أن يؤخذ على معيدة فاضية نعم نعم شكرا لك استاذ أحمد أطرمو مدير إدارة أبحاث النحل في النادي العلمي الكويت والمعالج بعسل النحل على تويتك معنا اليوم أكرمكم الله وكتر الله خيركم شكرا لكم أنتم على هذه الاستضافة ونتمنى أننا كنا ضيوف خفاف عليكم وعلى إخواننا المشاهدين نعم شكرا لكم على هذه النصائح الجميلة مشاهدين كانت هذه حلقتنا اليوم نلقاكم على خير باشر في نفس الموعد فمالا أكرمكم الله